عقدت الجلسة وتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة بغداد ونقاب رئيس مجلس المحافظة ومن ثم عقدت الجلسة الثانية لانتخاب المحافظ وتم ذلك بإجماع عضاء مجلس المحافظة بغداد وهذه الثقة إن شاء الله يدين لجمهور بغداد ولمواطني بغداد في أعناقنا بأن نقدم لهم الخدمة اللي يستحقوها وأن ننمي مدينة بغداد لترتقي وتتألق بما تستحق هذه المدينة استناداً لقانون المحافظات غير منتظمة في قليم رقم 21 سنة 2008 وتعديلاتها وبحسب المادة السابعة من هذا القانون الفقر الأولى منه تم انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد الحضور من أعضاء المجلس ومن خلال الجلسة الأولى ومن ثم تلته جلسة ثانية باختيار المحافظ ونحن الآن في هذه الجلسة المفتوحة لاختيار النائب الأول والنائب الثاني للمحافظ اليوم تمت عقد جلسة برئاسة أكبر عضاء سنن وللاكتمال النصاب تم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس المجلس وتم انتخابه هو ونائبه بالأغلبية المطلقة ومن ثم تم رفع الجلسة لبرها من الزمن وتم فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ فرشح السيد عبد المطلب لمنصب المحافظ فتم التصويت عليه بالإجماع والحمد لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة